لكن الأساس في المسيحية هو الصلاة الصلاة قريت الكلمة قبل ما تكوني مسيحية إيش كان فكرة الصلاة بالنسبة لك؟ فكرة الصلاة كانت عبارة عن فرد لازم أعمله فرد مفروض علي لازم أديه على أكمل وجه علشان أحاول أن أنا أتقرب من الله طب كمسيحية؟ لا فكرة الصلاة كمسيحية ليست فرد وإنما علاقة لأن أنا ليه علاقة مع الله؟ في بعض تاني مختلف أنا مش بكلم مع الله كعبد والله هو السيد مع أنه هو السيد هو الإله لكن أنا بأصلي لله بدلة البنين يعني بيجي زي الإبن ما بيجي لأبوه بأصلي لالله لأن أنا جوايا أريد أن أصلي مش مجبارة عليها ومفروض عليها لذة تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك فبالتالي أنا العلاقة اللي ما بني وما بين الله هي اللي بتدفعني إلى الصلاة لأن الصلاة هي في الآخر هو دعاء وتواصل لو أنا الصلاة تفقد معناها زي صلاة الصلاة الإسلامية أما فقدت معناها في التواصل ما بيننا وما بين الله أنا مختلفة كنت بأصلي مثلا مونولوج يعني إيه يعني حديث من جهة واحدة لكن الصلاة المسيحية هي ديالوج يعني حديث من جهتين بين شخصين ما بيني وما بين الله أنا بأصلي وربنا بيرد علي ربنا بيكلمك ليه وأنت فكر نفسك مين هو أنت مثلا رسول ولا نبي علشان ربنا يكلمك على فكرة ربنا ممكن يكلمك دلوقتي الله غير محدود قادر أنه هو يكلمك النهاردة ويوصل لتساؤلات قلبك